موسيقى رشيد 25 نمبر 3 في كيف ريزن اللواء اي 3 لان سبكترم only appears in case of separated atom in gazious state at low pressure ليه الكلام داوا ليه ما بيظهرش اللان سبكترم غير في الاتم اللي هي في gazious state وفي low pressure علشان داوا بيطلع من transition between energy levels صح؟ حل فانا دلوقتي الاتم اللي في gazious state at low pressure ديت كل الاتم لوحدها مفيش اللي هو interaction ما بينهم يبقى الانرجي اللي هتطلع هي هتطلع من الاتم عشان transition ما بين energy levels بس مفيش مثلا مفيش rotation مفيش اي حاجة تانية انا لو عندي انا لو عندي اتم مثلا في solid state كان اللي هيحصل ان فيه مفيشان ما بين الاتم زي بعضها لو خدت الانرجي اللي فيبريشان ما بينهم بين بعضهم ايه؟ هتزيد فلما تعمل ممكن تكون ان ال مفيشان دي بتقل فبتطلع انما هل في ال هل دا بيحصل؟ لا اللي بيحصل حاجة واحدة بس اللي هو transition between ايه؟ two levels طب احنا لو عايدين نسخة بطريقة محترمة بنقول ايه؟ بنقول because the atoms in this state is separated and produce electromagnetic radiation due to transition between energy levels only which is characteristic by the difference between energy levels or the difference in energy يعني ايه؟ يعني هي في الحالة دي هتطلع radiation نتيجة للترانزيشن من energy level التاني خلاص؟ وهو بتبقى محكومة بالانرجي بتاعت الليفل ما تقدارش تبقى زياد شوية ما تقدارش تبقى عال شوية عشان كيها بتطلع فوتون with specific wave length طب نمبر 4 appearance of فرانهور lines in the solar spectrum لفرانهور lines بطلع في الصراع due to existence of helium and hydrogen and some other elements in the atmosphere of the sun يبقى فيه helium وhydrogen وشوية elements كمان في الاتمسفير of the sun which cause absorption spectrum when the light passes through these gases it absorbs photons with certain frequencies سي اللوه وات happen ون نمبر 2 دوبلن زهنمبر of turns for recoil upon ايه؟ هو دلعات ال the inductive directions اللي هي xl depend علي عال frequency بتاعت السورس ودي ما ديش دعو بيها مش تتغير والself induction coefficient طب الself induction coefficient لوحده لو نفتكر كان new a n square over l فلما number of turns تزيد double يبقى اللي هتزيدها four times يبقى لما ديت تبقى double ديت هتبقى four times عشان خاطر part two دي في اللي تشوز number one انا حابب ان انا حلها مع انها سهلة بس يعني عايز اوض احملها نقطة السيركت البسيطة ديت هو عندي two resistors واحدة two r واحدة r two resistors دول وضعهم بالنسبة البعض ايه؟ 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 واضح جدا ان هم ومدام هم يبقى معنى كده ان الفولتج بتاعة two r هو هو الفولتج بتاع الر هو هو الفولتج ما بدهم صح؟ الفولتج بتاعة two r اللي هو هيبقى i في r او two r times i3 هو ال i وال r تمام؟ طب الفولتج بتاعة دي هيبقى من؟ i بتاعتها في r بتاعتها طب الفولتج الاكويفلنت هيبقى i total من ال i total اللي هي i1؟ في r اكويفلنت بتاعتهم همما الاثنين اللي هي two r times r over two r plus r هلاحظ ان انا عندي هنا r و r و r بالسلامة مع بعض في ايه مشكلة؟ حلو يبقى كده لو ضبطت دي هيبقى عندي two r over three r two r over three r هتدينا ايه؟ يبقى two over three i1 ودية i2 زي ما هي ودية two i3 زي ما هي فدي كده ممكن نطلع منها ثلاث حاجات لو قلت ان دي equal d هو i3 علاقة ما بين i3 و i1 هخلي d equal d ما ليش ضعب اللي في النص فالتو هتروح مع the two هيفضل لي ان i3 equal one over three i1 وممكن يتبقى مكتوب اللي هو i1 equal three i3 اللي اتنين هيبقوا صح طيب و relation برضو ما بين i2 i1 يبقى كده i2 هتبقى equal two over three i1 على two و relation ما بين i2 i3 دول كده الثلاث حاجات الصح خلاص او لو متشكلبين يعني لو مثلا كتب لي ان i1 equal three over two i2 او ان i1 equal three i3 كل دول صح ممكن يبقى يجيب لي اربع حاجات ويقولي مين في دول الغالة يعني الاقي الثلاثة دول صح واحدة تبقى غالق toutоп يبقى انا قدر طلع السحة كلهم مين في دول موجودا عندي في funciona ما يبقى باقي التي صح خلاص الموضوع فور بقى في اللي تشوز برضو أول واحدة هتبقى فور اللي هو هنا ما بين التايم والكارين طالت تريد لين باسم ودي بتلف كيف نقائز ولا اوه دي فور إنما دي فور داش ودي فور دابل داش حاجات انا هنعملها يعني اللي هو كافكار تاني خلينا فور هو بيقولي انا عندي تو كويل او تو سيركولر كويل او 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 ايضا اللي في النص ديت الكارينت مايش فيه كويل وانكريزنج يوتو الريليشن اللي موجودة هنا في الجراف فبيقولي هيحصل اندوكشن في السكندري اه هيحصل لين طبعا مدام الكارينت بيصغير هيحصل اندوكشن بيسألني بقى هو الاندوكشن دوت هيبقى كويل او انتي كويل هو مش الكارين بيانكريز يبقى فورو او باكورد يبقى انا عارف ان هو هنا يكون باكورد مدام بيكورد يبقى عكس الاريكشن الاصلي يبقى انتي كويل طب كونستنت او فيريوول والله لو نفتكر مع بعض كده ان الاندوكس دي مفى في السكندري اه نيجاتيف ام دلتا اي اللي في المامر و برايمر يا الجبلا cinematic. هل اللي ط 직접 تغير لو ح esperت الا收 Museum Cook هنا belongs هنا. ماذا هي هذا بال you Edinburgh ستضغير لأ بالنسبة الساعة الرائد بالنسبة هي بقاط من هنا لو ذكر الى في الём الأمر يبقى și بقى سوف أفرد وسوف أفرد ولكن وهو ممكن ما يقول layers هو الرسمة بس وخلاص يبقى ده فورور يعني هيبقى في نفس الاصلي بالمنظر ده وبالنسبة للمجنيتود كونستان بردو ما قال له سلوب كونستان طب في الكيس دي ده ما بين التايم والكارنت بردو اللي في البرايمري ده بردو صح يبقى معنى كده انه هو هطلع فورورد على باكورد طب كونستان هنا بقى يبقى ليه لان الاصلوب عمال بيتغير هنا الاصلوب بقى بتاع عمال بيتغير مع الوقت خلاص يبقى ده كده طب حتة تانية بقى لو انا جيت رسمت ما بين الانديوز دي ماف والتايم اللي هو في الساكندري فالحالة ديت هيترسم هو يعني هيتغير هنا لو كانت رسم كان يبقى كونستان هنا نفس الكلام هنا هيكون بيزيد ولا بيقل تعالوا نشوف كده مش قولنا على الصف في البداية كان كبير ولا صغير كان صغير وبيبتدي يزيد صح يبقى هو هيبقى بيزيد هيبقى صغير وبيبتدي ان هو ايه يزيد اوكي طب لو اللاين عامل كده يبقى هو كده بلق كبير وبيبدأ يقل بريد سابت يبقى كده هتلاقي اللاين عامل للمنظر ده خلاص هو طبعا ممكن يجيب لي يجيب لي واحدة ويقول لي اختار بقى من دولة اوكي دائما في الامتحان بيحب يجيب دائما حاجه لها علاقة بلينز اللا هو اندكشن في ساكنري اندكشن في سيلف اندكشن ووتيفر المهم دائما وخبا يقول لي اجيب العنجات من ديفين ايه مدين في ساكنري جاي الاندكشن في الساكنلي اللا هم مدين علي الاندشاكتهم والاندكشن في كل واحد ويقول لي اقومي بجمع العنجية من داكل جرام فنزح رسمتها الجراف هي تترسم الاندكشن في الاندكشن في اللا نصدق على الاندكشن ايضايا ان انا بعمل خطوط كده اقولي ان ادور الان بتاعته بالانيرجي بتاعته بالانيرجي بالالكترون فولت ولما الان تبقى بتو فبتبقى نيجاتيب 5.3 والان بسري فبتبقى نيجاتيب 3.98 4 نيجاتيب 1.35 5 نيجاتيب 0.8 لحسب انفاينيات بزيف هو الفكرة بقى ان الصح بتاعها قوي ان انا ارسمها بسكيل يعني لو انا برسم على حاجة مخططة مثلا زي الكشكول فبعمل مثلا كل سطر يبقى انا ممكن ارسم على 16 سطر من الزيرو وانزل تحت لحد 16 مثلا وبعد كده اروح حاطة الانيرجي ليفلز التاعتي في اماكنها بحيث يبقى المسافات بتعبر عن الانيرجي او ان لو هي كشكول مثلا مربعات يبقى كل مثلا مربع التو الالكترون فولت اوكي وبرده احطوهم في مكانهم ولو بصنا في المودل انسر هتلقوني عامل كده هتلقوني حاطة هتلقوني حاطة شرط كده بالسكيل كل شرطة ادت تانية بالزبط ودول بالالكترون فولت وبعد كده حاطت عليهم الانيرجي ليفلز التعليم بيقولي بقى انا عايز الفريقونسي بتاعت الفوتون اميتد لما الاتوميك سيستم جوز فروم انيرجي ان ايكوال سري لجراوند لبل لما تنزل من هنا لهم انا عارف ان اتش نيو ساعتها تكون ايكوال اي سري ماينس ايون يبقى الفريقونسي ذات نفسيتها هتبقى ايكوال اي سري اللي هي بنيجاتب سري بوينت نانتي ايت مينس نيجاتب بيبقى بقت بلاس ستين بوينت فايل اوبر الاتش هتنزل تحت سكس بوينت سكس توفايل طايمت تاني فور نيجاتب سيرتي فور فين الغلطة كلاسيكية هنا للأسف عرفتوها يبقى طايمت وين بوينت سيكس طايمت تاني فور نيجاتب ناينتين اللي هي التحويلة من الكترون فولت الجول هنشوفها كم هورت خلصة المثاب كالكريت زاواليو هو فيها غلطة في المود الانسر خلصة غلطة في المود الانسر كالكريت زاواليو زاواليو زاويفلنكس في فرست لاين فرست لاين دوت يعني ألي انشاء يعني انا براكت سيريز دوت اللي هو من اي ليفل لكام اللي فور ليمن بالمر فاشن براكت فون يبقى براكت اللي هو من اي ليفل لكام لفور يبقى انا دلوقتي لما يقولي الفرست ليفل في براكت او الفرست لاين في براكت يبقى من ان ايكوال فايف لان ايكوال فور هي معمولة عندكم في البتاع فرست لاين في فاشن من فور لسري دي غلط طبا هي من فايف لفور اللي هي براكت طيب عايز احسب الويب لينز يبقى اشتغل ان ايكوال فايف مينس اي فور يبقى لاندزة نفسها تبقى اكوال ايكوال ايكوال اي كيف مينس اي فور يعني 6.625x-34 و3x10 pł8 اوبر اي 5 اللي هي نيجاتف 13.6 اوبر 5.2 مينس نيجاتف 13.6 اوبر 4.2 برضو لازم نحول طبعا في سؤال ذا اللي فوق ما ينفعش اشتغل بالرول اللي هو نيجاتف 13.6 دوت علشان دابت على الهيدروجين اتم بس وواضح ان دول مش هيدروجين اتم اشتغل بالليفلز اللي هو مدهيلي فهي لو مش هيدروجين اتم هو هيدديني الانرجي ليفلز بكامه لو هيدروجين اتم اقدر اشتغل بالرول دوت عاطوه طيب ده كده يبعيكوان هنشوفه بكام بالميتر طيب في المسألة دي بيقول لي انا عايز الريدنج تال اميتر اللي هو موجود في الحتة دي يعني عايز الكرانت اللي هنا اول حاجة لما كيكون اوبن لما كيكون اوبن هيمشي فيه كرانت لا وفي كل البرانش بتاعه اللي هو فيه اي سري يعني انا البرانش ده المفروض انه يمشي فيه اي سري يبقى معنى كده ان اي سري دوت بزيرة يبقى كل ما هو ماشي فيه اي سري دوت مش موجود مش ماشي فيه كرانت خلاص ماجوش لازمها يبقى كل ده مش موجود عندي في المسألة اوكي و اي و اي تو اللي اتنين بقى يبقوا زي بعض هو المفروض اي وان كده و اي تو كده اللي اتنين دول زي بعض هما دول الريدنج بتاع الاميتر هل المسألة بالمنظر ده كده انا مضطر ان انا اشتغل كرشوف افضل لان اي تو باتر ازدولي اعتبر سير سماشي فيه او نفس الكرانت بس عكس بعض يبقى انا لما اجيب الكرانت التوتل يبقى اي توتل اوبر ار توتل الاي توتل اللي هي توينتي ماينس فايف اوبر ار توتل بقى ليه يمين عندي الات والتو والوان اوم الانترنال والفور هكتبهم كده مفصلين ايت تو بلاس فور بلاس وان دول تحت يبقى ففتين وفوق ففتين يبقى يبقى الوان امبير والوان امبير هو هو الريدنج بتاع الاميتر لما الكي يبقى كلوز بقى يبقى الوان امبير وكده مش هقدر ان انا اشتغل اومز لفور لان انا عندي ثلاثة باتريز مش سيريز مع بعض فانا هادطر ان انا اشتغل كيرشوف اول حاجة الوان اوم دي لانترنال احنا بنخرجها نخليها عادية جنب الباتري ده اول حاجة نعمل دايما لما بيجي اشتغل كيرشوف لما بيجي انترنال بخليها كأنها عادية سيريز مع الباتري هنشتغل على النوز الاول فان النوز اللي عندي في السي والاف في نوز تانية اثنين النوز يبقى اشتغل على واحدة بس هشتغل على مين افضل سيوة للاف يبقى ات نوز اف هنقول ان من الكارنت اللي خارج مثلا الكارنت اللي خارج في الفوس بيبقى اللي داخل بايه بالناجاتب عند النوت اف اللي خارج مين ايfahren خارج انما ا夜 داخل على النوت يعني ايان خارج من هنا اياتو داخل عن النوت ايفي داخل عن النوت يبقى مشكلة يبقى كده هنقول ان اي ون بال sant هنما اي تو واي سري بالناجاتيب كل ده equal 0 center هنا سيكون بيز لحدh embarrassing بالنسبة للوق عندي Weber here خلاص عمله من خلاص أن انا أتصديق السلسoo من خلاص أنا لا أتكattل من خلاص أن أرد على من الخلاص لو قامS فأعمل من خلاص أو ciek ، أوحيد من خلاص قم الحشار بالخلاص إذا نؤدي هم سمي حروف كتيرة يعني كان ممكن ما اقولش اله مثلا كان ممكن ما اقولش البي بس ما علينا هم اي جي اي اف جي اتش سي بي اي تاني خلاص اللي هو بالمانظر ده عندي الريزيستورز الاول نحطها عندي الوان اوم اللي هي الانترنل بتاعت الباتري دي ما او العكس دي ماشي بها اي وان سوري الاول ما او العكس مع الفور اوم ديت مستخبية في ناس كتير عبا ما تشوفهاش فور اوم ماشي بها برده اي وان دي في اللوب دي برده مع او انا لما بمشي اللوب بمشي كده فه اتش سي في يومين الفور وبكمل عندي ايت كمان ماشي بها اي تو مع وعندي تو اوم ماشي بها اي تو برده مع رجالتي مافيش ريزيستورز تاني امسك بقى اي equal والام فسو بناحية التانية مين الام تانية من الام منف اللي عندي؟ عندي 20 ماشي باع они العكس عندي x5 ماشي باعها العكس بقى دي اللي هي HDEGH برضو 1 Ohm ماشي فيها I1 وعندي 4 Ohm ماشي فيها I1 اللي تنضل معا عندي 5 Ohm ماشي فيها I3 برضو معا equal الناحية الثانية عندي 20 مع الاكس عندي 5 مع الاكس هنجمع زي بعض مع بعض هنلاقي ان هنا مفيش 5 I1 و4 I1 هنجدونا 5 I1 مفيش I2 يبقى 0 I2 plus 5 I3 equals 15 بدي كده equation 3 هنحل الثلاثة اكويشنز دول مع بعض هنطلع I1 في number 3 بقى طلب potential difference ما بين كذا point ما بين T و J الاول ادي C و ادي G عشان اروح من C ل J انا ممكن اطلع من فوق بالمانضر ده ممكن انزل من هنا ممكن امشي من هنا هنالل الثلاثة باستس الى هنالله عندي مين اسهل باستس اليعلمين خلص لاني هذا انا اقابل به كومبوننزي فقط انما من فوق هقابل ثلاثة كومبوننز يبقى اسهل باستس اليعلمين لازم احدد بلاريتي البلاريتي بتاعت الباتاري اللي فوق بلاريتي بتاعت الريزيستور مكان بيكون داخل بيبقى بلاريتي مكان بيكون خارج بيكون ايه نيجاتيب يبقى اشتغل تاني كده اقول اهو همشي من السيل الاف عدي الاول على البلاريتي يبقى نقول ان انا عندي الاول طيب قابلت بعد كده بتاع الباتاري يبقى يبقى لو قابل ريزيستور يبقى اي فار قابلت باتاري يبقى البلاريتي بتاعتها اقلت فار قابلت فار قابلت بلا أول عاشت فار قابلت نقضى بالنقضى لا مع الانترنال انا بزيارتها اصلا ان احسبيتها بقى نcheck انا اخربتها بقى الريزيستور برده يبقى ادوات كده هيبقى ايكوار 5 I3 اللي هي 1.2 plus 5 فده كده وتطلع 11 بولت بعد كده طلب مني الـ potential difference ما بين C و F ما أنا لم أمشي من C الـ F لو برضه مشيت كده ما أنا حدي عن نفس الحاجات بتظبط صح؟ يبقى هي برضه 11 مش مضطر أن أنا حسيبها تاني لأن هم هم نفس الحاجة فأنا هلاحظ حاجة ضريفة جدا أن الـ F والـ G والـ E والـ J والـ I كل دول نفس الحاجة يعتبر لأن ما فيش ما بينهم حاجات فالـ potential difference ما بين أي واحدة والتانية 0 يعني الـ potential عند F هو هو عند G هو عند I هو عند E هو عند J لو جيت قلت لكم مثلا تقول الـ potential difference ما بين E و J هو 0 لو قلت الـ potential difference ما بين C و E هو ما بين C و F هو ما بين C و J كلهم زي بعض يبقى مش مضطر أن أنا حسيبها تاني طيب الـ potential difference ما بين A و B ما بين A و B بـ piece of cake مش مضطر أن أنا عمل كل ده ليه لأن من A و B أنا هقابل رزيسطور واحدة بطل تمام؟ يبقى I4 يبقى تبع equal 8 I2 يعني equal 8 time 0.6 المفروض الصح أن هي تبقى بالنجف معها بالضغط هي المفروض أصلا بالنجف هي المفروض بكل الأحوال أن potential difference ما بين A و B بالنجف ما بين B و A هو هو بس بالباستل بس هو الفكرة أن اكتب المفروض يعمل له نجلكتف مسألة في مسألة أصلا أول مسألة يطلب فيها potential difference between two points بالطريقة دي اللي هي موجودة في الدرس كرشوف هو مش خاطة الـ negative هو من نجلكت إلى الـ negative ما تجيبه potential difference ما بين two points بتحليها عادي بطريقتنا تلعت POST في خير وجوارات اكتب على negative يبقى شيلي الـ negative لو الأنسر الأخير بس سألع بالـ negative امتى ما تعملش نجلكتف الـ negative لو potential add points لو بتجيبه potential add points هنا potential difference ما بين two points في مسألة اللي هو بيقى فيها ground بيقول لك هاتي الـ potential عند A هاتي الـ potential عند C دي لما تطلع بالـ negative بتسيب الـ negative طب عشان يبقى قلبك متطمن حطي الـ negative لحد الآخر بعدين اكتب له therefore the potential between the two points كذا وكذا is واكتبها له بالـ positive لا ما ينفعش لا ما ينفعش لأن هي اصلا positive positive أو negative negative من المفروض بس هاتي يقول لك انا اريد زي magnitude وخلاص مش مهم بالـ polarity بقى اخر واحدة potential ما بين H و G فين الـ H و فين الـ G هاتي الـ H و هاتي الـ G يبقى هو أسهل طريق ان انا امشي من هنا قبل two components بس اي طريق تاني هيكون طويل شوية يبقى ده positive ده negative ويه؟ هقابر الـ resistor الـ resistor ديت الـ current ماشي فيها كده يبقى مطرح ما بيدخل positive مطرح ما يخرج ايه negative ده مامشي من H الـ G بالترتيب هقابل positive الاول بتاع الباتاري وبعدين negative بتاع الـ resistor يبقى هكتب positive مدام باتاري يبقى الـ EMF بتاعتها على طول وبعدين negative IFR اللي هي 1 times I1 اللي هي B1.8 فدائك كده تطلع 18.2V 11 نركز بقى في 11 الناس اللي هو عمناها الحتة ده chapter 2 2 parallel wires A and B مدام parallel wires يبقى لازم اعمل ايه؟ لازم ارسمهم ادي A و B الكرانت اللي في ايه؟ ب6 امپير واللي في ب9 امپير respectively so as a compass is placed between the two wires 10 cm away بيقولي ان فيه compass محطوطة عند distance 10 cm من الواير ايه؟ عند الـ point D مثلا 1 و compass not deflected مدام هي not deflected يبقى معنى كان الـ point Z ايه؟ neutral point يعني الـ B عندها ب zero بيقولي اول سؤال هو الـ two wires دول الـ current فيهم same direction same direction same direction why؟ عرفت منين؟ الـ neutral point يبقى هو الـ same direction ليه؟ علشان ان الـ neutral point lies between them الـ neutral point دي point ما فاش ماجنيتك فلاكس كلا point الماجنيتك فلاكس دي نسي فيها بكام؟ بزيرو حلو جدا فهو مسلا دلوقتي بيقولي هتلي بقى المسافة ما بين الـ two wires هستغل النقطة اللي هو كان بيتكلم عنها ان دي neutral point ان الـ compass ما عملتش دفلكت عندها يعني مش حاسة بماجنيتك فلاكس دي يعني مفيش ماجنيتك فلاكس دي قلنا عند الـ neutral point الـ flux دينستد من الـ two wires بتكون equal و opposite فبيكنسلوا بعض يعني لو الـ current هنا والـ current هنا same direction فده هيطلع flux هنا in هو مش هنا بس ده في اي حتة يمينه يبقى الـ wire ايه اهو؟ ماشي في current الفوق وهيطلع في اي حتة يمينه in اي حتة شماله ايه؟ out هنا هيطلع current السوري هيطلع flux هنا in اي حتة شماله ايه؟ out يبقى هنا in من الـ wire b هنا out هنا out يبقى تاني الماجنيتك فلاكس بتاع ايه؟ هو عبارة عن u i a i a over 2 pi distance من ايه؟ magnetic flexedness التاع بي mu i b over 2 pi distance من بي طبعا هنلاقي ان كل مرة الميو مع الميو 2 pi مع 2 pi هتلاعه طبعا في كتب زي المعاصر بدون ذكره اسماء حتى ايه؟ حطى لك rule كده يقولك neutral point يبقى i a over i b equal distance in a over distance in b مثلا حافظها كده طبعا انت لو عايز تجد neutral point تحت ايه حاجه ثانية مش هتعرف زي مثلا ويرو كويل كويل وكويل ايا كان فانت مش هتعرف لان انت في حافظ rule واحد لا انا دايما عارفها ان neutral point يبقى flexedness بكام بزيرو ممكن يبقى ايه؟ بزيرو لو هم الاتنين equal in magnitude و offset in direction خلاص حطيتهم equal in magnitude عواط ميو اوبر تو باي راحت مع ميو اوبر تو باي هنسب استيتيوت ال i a ب 6 ال distance من ال a ب 10 سنتيمتر او 0.1 متر كان ممكن محولش ويجيب ال distance الثانية بس سنتيمتر بس يستحسن احاول عشان ما نتلغبطش بعد كده وال distance من ال b اللي انا ما عرفهاش cross multiplication يبقى distance من ال b تبقى 9 multiply 0.1 over 6 يعني 0.60 متر اللي هي هي 15 سنتيمتر يبقى distance من ال b 15 سنتيمتر هي مشكلة قسما بالله العظيم لو اديه جد في الامتحان انت تسيبوا الانسر كده وتخشوا على البعديه لان هو طالب distance ما بين ال two wires هتبقى ايكوال 25 سنتيمتر هنعمل الصم بتاعهم كله اوكي طيب 3 بقى 6 سنتيمتر يبقى distance من ال a 0.06 متر وال distance كلها ما بين ال two wires 0.25 متر طب عايز distance ديت يبقى zero point 19 متر هنعملهم plus ولا minus minus عشان عكس بعض يبقى انا اقول ان الفلاكس دينست النت عند ال point اللي هو عايزة ديت هتبقى equal الفلاكس دينست اللي جاي من ال a minus الفلاكس دينستي result من ال b اوكي ممكن نسبستيوت عليهم كده على طول بدل ما نجيب دي الواحدة ودي الواحدة b بتاعت a اللي هي ميو اي a وبر تو باي الدستانس من a مينوس ميو اي b وبر تو باي الدستانس من b ممكن الميو تتاعت كومان فاكتور 4Pi x 10.7 over 2Pi الاي بتاعت a6 over الدستانس من a 0.06 مينوس الاي بتاعت b9 over الدستانس من ال point او دستانس من b 0.19 دي كده تطلع بكام 1.05 x 10 power negative تسلا 4 يعني هو عايز الفلاكس الانس عند point او side of them عند ناحية b و9 سنتيمتر يعني 0.09 متر دي الدستانس من b طب الدستانس من اي يعني من اول هنا لحد ال point دي هتطلع بكام 0.25 plus 9 يعني 0.34 هتطلع بكام 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 دستانس من a plus new ib over 2 دستانس من b يبقى تبقى equal الموت التحقق كمان فكتور 4 times 10 power negative 7 وال 2 الناس اللي متعودة ان هي تكتبها مختصرة على طول الى 2 times 10 power negative 7 الكلام ده غلط ولو عملتها في الامتحان ناس كتيرة شفتها نقصت بسببها لازم الرؤول كله يتكتب وتعود بعد ما تبقى تعود بقى شير 2π مع ال4π اللي فوق خليها 2 اوكي اي اي اللي هي بسيكس والدستانس من اي 0.34 اي بي اللي هي 9 اوبر الدستانس من بي اللي هي 0.09 دي هتطلع يبقى انا اقول ان الF هتبقى ايكوال يعني ايكوال 4π times 10 power negative 7 اي 1 بسيكس اي 2 ب9 العبزة لانس 2 اوبر 2π الدستانس بقى تبقى 0.25 اللي هي الدستانس بقى بينهم كلهم هنشوفها بكام نيوتن سيكس بقى طبعا سيكس لو جيت حاولت ارسمها على الرسمة اللي فوق هتبقى كتير قوي فانا هرسمها رسمة تانية صغيرة تحت كده دا الايه دا البي الايه بردو كان ماشى فيه 6 امبير والبي 9 امبير وهو بيقولي انا هحط وير سي ماشى فيه 2 امبير مكاني كومبس يبقى كومبس اصلا كان يعني هي يبقى كده الفورس اللي هتقصر عاسية هتبقى كامل في الكيس دي كده لسه زي اللي انا قلت بس هتبقى كامل 0 فقوة راح قيل لا انا هخلي واحد من الكارنس يتقلب يعني هنا الايه مثلا لفوق زي ما هو ان انا البي هيبقى ايه لتحت يبقى كده الايه هيطلع فلاكس اين والبي هيطلع اين بردو يبقى لو اشتغلت هتبقى البي مطلع اين والاي بردو مطلع اين منها يا مشكلة يبقى دول مطلة lie added plus دي خلاص مابقتش المطلع والديستانس من الاه وهتبقى من الايه ليه 00.01 الم بيتانس عليه علي التنس عليه عشان احددها الفلاكس دينس اللي جاي من الايه لسالفلاكس دينس اللي جاي من بيあれ فبرضه زي ما حلينا فوق بالضبط هاخد ميو كومان فاكتور over 2π و i a over the distance ما بين a و c plus ib over the distance ما بين b و c يبقى تبقى equal 4π times 10.7 over 2π multiply 6 over 0.1 plus 9 over 0.15 بعد ما نجيبها هنقدر نجيب الفورس اللي هي تبقى equal b i l ال b 3 بكام times the i بقى اللي في السي نفسها اللي هي ب2 times length بتاعه برضو 2 هنشوفها equal كام تطلع 9.6 times 10 per negative 5 new خطوة 9.5 times 10 اشتركوا في القناة